أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد على ما تشهده علاقات مملكة البحرين وجمهورية السودان الشقيقة من تطور ونماء في مختلف المجالات والتي تجسد ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من أواصر متينة قائمة على المحبة والتفاهم وأشار سموه إلى حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يفتح آفاقا أرحب في المجالات المختلفة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بقصر الرفاع سعادة السيد إبراهيم محمد الحسن سفير جمهورية السودان الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة حيث رحب سموه بسعادة السفير معربا عن تمنياته له بالتوفيق في أداء مهمه الدبلوماسية بما يعزز العلاقات المشتركة في كافة القطاعات وتطويرها بشكل الذي يترجم حرص البلدين الشقيقين على دعم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وخلال اللقاء تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها ومجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبه أعرب سعادة سفير جمهورية السودان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد على ما يليه سموه من اهتمام بمواصلة تنمية العلاقات البحرينية السودانية على كافة الأصعدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة